رؤية الثعبان الاسود في الحلم يا طرى الوحدة اللي تشوف التعبان الاسود على سريرها في المنام دي معناها ايه؟ طب الراجل اللي يشوف ان فيه تعبان اسود دخل بيته او التعبان الاسود بليهاجمه في الحلم دي معناها ايه؟ وكمان يا طرى اللي يشوف في الحلم ان فيه تعبين سودة في بطنه او تعبان اسود في معدته دي معناها بيكون ايه؟ واللي تشوف تعبان اسود دخل في رجليها او اللي يشوف تعبان اسود عضه في رجله او اللي يشوف تعبان اسود عضه من دراعه او تعبان اسود بيمشي جوه دراعه يا ترى كل الاحلام دي معناها ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آلي وصحبه اجمعين رؤية الثعبان الاسود فعلا من اهم الرؤى اللي ممكن اي حد فينا يشوفها لان الرؤية دي ممكن تكون رسالة ربنا سبحانه وتعالى باعتها عشان يحذر صاحبها بيحذروا من عدو او من شخص عايز يزين كنت اتكلمت في فيديو من الفيديوهات اللي فاتت وقلت تفسير رؤية الثعبان بشكل عام في المنام دي معناها ايه؟ وليه كل العلماء متفقين على ان رؤية الثعبان في المنام هو تحذير من عدو؟ وكمان قلنا في الفيديو ده ازاي تقدر تطلع الشخص اللي عاوز يزيج ده من كل الناس اللي حواليك؟ وقلنا فعلا كمية معلومات جميلة اوي العلماء قالوها عن رؤية الثعبان في المنام بشكل عام دي معناها ايه؟ وكنا قلنا في الفيديو ده ان احنا هنعمل فيديوهات هنتكلم فيها عن الوان التعبان في المنام بالتفصيل دي معناها ايه؟ واول لون من الوان الثعبان في المنام هنتكلم عنه هو اللون الاسود لانه فعلا الثعبان الاسود من الرموز المهمة جدا اللي ممكن اي حد فينا يشوفها في المنام وطبعا كل اخواتي عارفين ان الرؤى دي رسائل ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها لنا في المنام والنبي صلى الله عليه وسلم قال انها جزء من 46 جزء من النبوة وطبعا ربنا سبحانه وتعالى لما بيبعت نبي بيبعته بمجموعة من الرسائل منها الطعات ومنها العبادات ومنها الرسائل اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها عن طريق النبي للناس وبعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم انقطعت كل رسائل النبوة ولم يتبقى منها الا الرسائل اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها لنا في المنام وهي الرؤى الصالحة اللي ربنا بيبعتها للعبد في الحلم وقلنا العلماء قالوا ان الرؤى الصالحة هي مصالحة عقيدتها يعني لا تخالف القرآن والسنة ولا تأتي بتشريع جديد وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد لنا على أهمية الرؤى وعرفنا أنها رسائل ربنا سبحانه وتعالى بيبعثها للناس من ضمن الرسائل دي بيحذرنا من ناس عايزة تئزينا وإحنا مش وغدين بالنا ومن ضمن الرسائل التحذيرية دي واللي مهمة جدا هي رؤية الثعبان الأسود في الحلم ورغم أن العلماء اختلفوا في تفسير رؤية الثعبان الأسود في المنام لكن كلهم متفقين على أنه هو تحذير من عدو يعني في من العلماء قال أن الثعبان الأسود في المنام بيرمز للجن يعني ممكن يكون حد حزدك أو حد عملك سحر وفي من العلماء قال أن الثعبان الأسود في الحلم بيرمز للأعداء لكنهم من الأقارب أو من الجيران يعني بيكون ربنا سبحانه وتعالى بيحذرك من عدو من الناس اللي حواليك والناس اللي يعرفوك وخصوصا من أقاربك أو من جيرانك ولو جمعنا كل أراء العلم عن رؤية الثعبان الأسود في الحلم هنلاقي كل أراءهم صحيحة بس بيختلف الاحتمال على حسب حالك وأحوالك واللي أنت بتمر بيه يعني نقدر نفهم من الكلام ده أن رؤية الثعبان الأسود في بعض الأحيان لبعض الناس ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى بيحذروا أن في حد حزدوا أو حد بيعملوا سحر والناس تانية على حسب حالهم وأحوالهم واللي بيمروا بيه ممكن يكون تحذير من ربنا سبحانه وتعالى أن في حد من قريبه أو من الناس اللي حواليه عايز يؤذيه طب يا ترى رؤية الثعبان الأسود في الحلم للراجل دي معناها إيه؟ أحب أقول لكل إخواتي اللي يشوف حلم زي ده لازم ينتبهه له كويس أو ما يهملهوش لأنها بنسبة كبيرة ممكن تكون إشارة من ربنا سبحانه وتعالى أنه بيحذره بفساد حد من أولاده أو زوجته بتخونه وبعض الأحيان على حسب حال وأحوال اللي شاف الرؤية واللي هو بيمر بيه ممكن يكون في حد حزده أو حد عامل سحر عشان يفرق ما بينه وما بين زوجته يعني على سبيل المثال الراجل اللي يشوف في الحلم أن الثعبان الأسود هجم عليه في المنام والتقم ذكره فدي كده ممكن تكون إشارة مهمة جدا ربنا سبحانه وتعالى بيعرفه عن طريقها أن زوجته بتخونه أما الراجل اللي يشوف في الحلم أن فيه تعبين سودة خارجة من قعدة الحمام أو يشوف تعبان أسود خارج من قعدة الحمام فممكن تكون إشارة ودلالة من ربنا سبحانه وتعالى على فساد أبناؤه أو فساد حد من أبناؤه يعني وبشكل أوضح ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى بيحذر صاحب الرؤية أن أبناؤه ممكن يضروه وممكن يأزوه أما المتزوجة اللي تشوف الثعبان الأسود في الحلم فهي أشارة من ربنا سبحانه وتعالى وتحذير ليها من شخص عايز يأزيها يهم الشخص ده من قريبها ومن الناس اللي حاوليها وبعض الأحيان ممكن يكون زوجها بيمقر بيها أو على حسب حالها وأحوالها واللي هي بتمر بيه ممكن يكون حد أعمل لها سحر يفرق ما بينها وما بين زوجها رسائل فعلا مهمة وإشارات ربنا سبحانه وتعالى بيبعتهلنا في المنام لازم ننتبه كويس قوي للرسائل دي وما نهملهاش ونسعى ونعرف الرسالة اللي ربنا سبحانه وتعالى بعتهلنا في المنام دي معناها إيه والمقصود منها إيه لأن ربنا سبحانه وتعالى ما بيبعتش لحد فينا رسالة ألا زا كانت فعلا مهمة فالعاوز يعرف كل حاجة عن الرسال والإشارات والدلالات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبعتهلنا في المنام ويعرف كل حاجة النبي صلى الله عليه وسلم قالها وكل حاجة العلماء قالوها عن الرؤى والأحلام يدوس اشتراك معنا في القناة ويتابعنا وأي حد من إخواتي عنده أي استفسار بخصوص رؤية الثعبان الأسود في الحلم أو بخصوص رؤية الثعبان بشكل عام في المنام أو أي استفسار يخص الرؤى والأحلام يكتبهولي في التعليقات ونرجع تاني ونقول أن رؤية الثعبان الأسود في المنام للمتزوجة من الرسائل المهمة جدا اللي لازم تسعى وتعرف المقصود منها إيه لأنه بكل تأكيد وبنسبة به رأوي ربنا سبحانه وتعالى بيحذرها من عدو وعاوز يأذيها يما زوجها بيمقر بيها أو حد عاوز يفرق ما بينها وما بين زوجها ويخرب عليها بيتها يعني على سبيل المثال اللي تشوف أن فيه تعبان أسود على سريرها فإنه ممكن تكون إشارة ودلالة وتحذير من ربنا سبحانه وتعالى أن زوجها بيمقر بيها أو في بعض الأحيان على حسب حالها وأحوالها واللي هي بتمر بيه ممكن يكون حد عمل لها سحر عشان يفرق ما بينها وما بين زوجها أما المتزوجة اللي تشوف الثعبان الأسود دخل بيتها فهنا ممكن تكون إشارة ودلالة وتحذير من ربنا سبحانه وتعالى أن فيه حد من قريبها حسدها أو ممكن حد من جرانها أو من قريبها أو من الناس اللي حواليها بيدرها في بيتها أما بقى العذباء اللي تشوف الثعبان الأسود في المنام فأحب أقولها تنتبه كويس قوي لأنها من أهم الرسائل ومن أهم التحذيرات اللي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبعتها لها في المنام لأن العذباء اللي تشوف الثعبان الأسود في الحلم ممكن تكون إشارة ودلالة وتحذير من ربنا سبحانه وتعالى لصحبة الرؤية أن فيه شخص عاوز يأذيها والشخص ده من قريبها وبعض الأحيان على حسب حالها وأحوالها واللي هي بتمر بيه وكمان على حسب سياق الرؤية ممكن يكون حد أعمل لها سحر عشان يوقف حالها يعني على سبيل المثال اللي تشوف الثعبان الأسود دخل عندها في بيتها فهي ممكن تكون إشارة ودلالة وتحذير لصحبة الرؤية أن فيه شخص من جرانها أو شخص من قريبها عاوز يأذيها وعاوز يضرها لكن لو العذباء شافت في الحلم أن الثعبان هجم عليها وبالفعل يتمكن منها وعضها فهي ممكن تكون إشارة ودلالة تحذير من ربنا سبحانه وتعالى أن عدوها ممكن يتمكن منها أو بالفعل اتعمل لها سحر وتوقف حالها أما المطلقة اللي تشوف في الحلم أن فيه تعبان أسود دخل بيتها فتعرف أن فيه حد من قريبها أو حد من الناس اللي حاوليها عاوز يمقر بيها ولو شافت في الحلم أن التعبان هجم عليها وهي في المنام اتمكنت من التعبان وتخلصت منه وقدرت فعلا في الحلم أنها تقضي عليه فهي بشرة لها أنها تنتصر على أعداءها ومحدش بإذن الله هيقدر يتمكن منها رسائل فعلا مهمة وإشارات ربنا سبحانه وتعالى بيبعث هلنا في المنام عشان يحذرنا من الناس عايزة يأذينا وإحنا مش وغدين بالنا وفي الرسائل دي ربنا سبحانه وتعالى تقريبا بيدينا التفاصيل كاملة يعني نقدر من الرؤية نعرف نوع التحذير اللي ربنا بيحذرنا منه ونقدر نعرف عدونا كويس قوي عشان ناخد بالنا منه وكمان من الرؤية نقدر نعرف صفات عدونا ده ونعرف كمان شدة ضرره وصفات العدو ده في رؤية الثعبان في المنام بتظهر في لونه عشان كده تكلمنا النهاردة عن رؤية الثعبان الأسود في المنام واللي فهمنا من الكلام اللي احنا قلناه اللي من ضمن صفاته انه هو من قريبنا ومن الناس اللي حوالينا أو يا إما جن عن طريق الحسد أو عن طريق السحر عاوز يتمكن مننا وعاوز يأذينا وبإذن الله في الفيديوهات اللي جاية هنتكلم عن بقية ألوان الثعبان في المنام وهنيعرف كويس قوي بإذن الله في الفيديوهات اللي جاية العلماء قالولنا إيه عن صفات عدوك اللي بتظهر في لون الثعبان في المنام فاللي عاوز يعرف بقية ألوان الثعبان في المنام بترمز لإيه وعاوز يعرف معلومات جميلة قوي عن الإشارات والدلالات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها لنا في المنام وكل حاجة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عليها وكل حاجة العلماء قالوها عن الرؤى والأحلام يدوس اشتراك معنا في القناة ويتابعنا أما بقى اللي يشوف في الحلم إن فيه ثعابين سودة في بطنه فهنا بإجماع كل العلماء إن اللي بيأذيه حد من أهله لكن اللي يشوف الثعبان الأسود في معدته فهنا ممكن تكون إشارة ودلالة من ربنا سبحانه وتعالى إن فيه حد عمله سحر مأكول من أقوى التحذيرات اللي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبعتها لأي حد فينا في المنام هي الوحدة أو الشخص اللي يشوف في المنام إن فيه ثعبان أسود عضف رجله في الحلم لأنها ممكن تكون إشارة ودلالة من ربنا سبحانه وتعالى إن حد ضرك في شغلك وببعض الأحيان ممكن تكون إشارة ودلالة إن حد عملك سحر وقفلك حالك وده بالأخص للوحدة أو الواحد اللي يشوف في الحلم إن الثعبان الأسود عضوا بالفعل في رجله أو شاف في الحلم الثعبان الأسود ماشي جوا رجله أما اللي تشوف في الحلم أو اللي يشوف في الحلم إن الثعبان الأسود عضوا في دراعه فهي ممكن تكون إشارة وتحذير من ربنا سبحانه وتعالى لصاحب الرؤية إن في حد من قريبه ومن الناس اللي حواليه بيأذيه أو حزده في ماله